بمناسبة اليوم العالمي الذي يحتفل به الصليب الأحمر الكادي الذي أنشأ الحركة الدولية للصليب الأحمر والحلال الأحمر بروح الإنسانية مع القلب والذي تضامن معه الأضيف من المتطوعين الذين جاءوا بالتزامهم الراسخ وتفانيهم المثالي في تقديم المساعدات لأي شخص يحتاج إليها في كل مكان وزمان والتمسك بمبادئنا الأساسية في جميع الأوقات في أنهاء العالم سواء عند الاستجابة للمخاطر الطبيعية أو أزمات المناخ والنزاعات والطوارئ الصحية أو النزاعات والحجرات ومع ذلك فإننا نواجه تحديات حائلة في تنفيذ عملنا الإنساني في العالم الذي يتحول الاهتمام الدولي بعيدا عن الاتزامات طويلة الأمد وقليلة الظهور ونفتقر إلى الموارد اللازمة لضمان الاستمرارية لتقديم المساعدات الإنسانية وتحتل أسرة الصليب الأحمر مرتبة الصدارة في تقديم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ والتزامنا بالقضية الإنسانية تضامنا مع المجتمع في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين فقد بادر الصليب الأحمر الشادي بعملية التبرع بالدم للمركز الوطني لنقل الدم ويندرج ذلك في إطار التضامن الوطني والترابط الاجتماعي الذي يسهم في تقليل معاناة المصابين من فقر الدم داخل المستشفيات العامة والخاصة وقد أبرت مديرة المركز الوطني لنقل الدم عن امتنانها بهذه الخدمة الإنسانية رئيس اللجنة التنظيمية أشار إلى أهمية هذا اليوم العالمي للصليب الأحمر الشادي موضحا أن المجتمع يحتاج لتوعية شاملة للمصاهمة في تحسين الحياة الصحية وفي الختام فقد شمل برنامج التبرع بالدم مستشفى الصداقة الكادية الصينية الذي تبرع له أيضا عدد من المتطوعين الكاديين بهدف إنقاذ المرضى الذين يعانون من فقر الدم